عايزة عرف من حضرتك أنواع الخدمات المقدمة خلينا نتكلم على اللي حاصل دلوقتي على أرض الواقع إيه أنواع الخدمات اللي بتقدم لهذه الفئة؟ وما إنها فئة زي ما نتكلم عن فئة عمالة غير منتظمة يعني توقيتات الشغل وموعيد الشغل ودورة العمل نفسها مش واضحة إزاي هذه الفئة بتقدر أنها تسجل أو تتقدم أو بتقدروا على أي أساس تقدموا قاعدة البيانات دي اللي تختموا من خلالها؟ تمام زي ما قلت لحضرتك كده هو في حساب مفتوح في كل مدرية ده اللي بيتم فيه إداع النسب عن طريق المقاولين أو أصحاب الأعمال اللي ليهم عمليات في المحافظات دي بيتقدر له النسبة وبيدفعها في الحساب ده وبيسجل عماله عمال المشروع في المدرية اللي فيها انتقل أعمال ده طريق التسجيل للعمال العمال عندي بتتسجل بطريقتين المقاول أو صاحب العمل بيسجل العمال الشغالين معي على العملية اللي هو بيسدد عليها وبالتالي بيخش عندي في قاعدة البيانات وبيحظى بكامل الرعاية الاجتماعية والصحية والحماية اللي أنا بقدمها له فيه طريقة تانية برضو للتسجيل نفترض أن المقاول مش هيسجل عمال وحاسبهم أنا لا مفتش التفتيش بينزل موقع العمل وبيجيب العمال دي من خلال الحصر من موقع العمل وخصوصا في المشاريع القومية لأنه بيبقى فيها نسبة عمالة كبيرة جدا فدي طريقة التسجيل ومجرد ما العامل بيتسجل عندي وبيخش قاعدة البيانات بيحظى بكل الرعاية اللي أنا بقدمها طيب الرعاية اللي أنا بقدمها هي إيه؟ زي ما قلنا مثلا في الظروف العادية أنا بدي منح وبيدي رعاية اللي هي المنح الدورية اللي أنا بقدمها في المناسبات 500 جنيه للعامل في الأعياد في عيد فطر عيد أطحى المولد النبوي عيد العمال دي أنا بدي بيها منح دورية ده بشكل دوري كل عيد بيتصرف في المنح دي لكل العمالة المسجلة منح خاصة يعني العامل نفسه حصل عنده مناسبة خاصة زواج مثلا مولود وفاة أقارب من الدرجة الأولى العامل مثلا حصله عملية يعني حصله إصابة طريية عملية جراحية طيب أنت تعرفوا ده إزاي يا فندم؟ بيتقدم يا فندم بالمستندات أو الشركة بتتقدم بالمستندات الخاصة بالعامل يعني لو زواج مثلا بيجيب لي أسيمة الزواج بتاعته وطالما هو مدرج عندي في قعدة البيانات بصرف له